السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الرابع من الفصل الأول واصلين معكم بكل حب وود الوصف العام لمقرركم العزيز وهو المتيريا سايز ون حيث أننا في سنة ناول الوصف العام للفصل الرقم سبعة المسمى بالإكليبريام فيز دياجرام أي منحنايات التوازن الحراري ثم الفصل الثامن والمسمى بالآيرن آين كاربايد إكليبريام فيز دياجرام أي منحنى التوازن الحراري الخاص بالحديد وكاربيد الحديد أما عن الفصل السابع والمسمى بالإكليبريام فيز دياجرام أي منحنايات التوازن الحراري سنتعرف عن مقدمة افتتاحية عن هذا الفصل ثم سنعرف ما هو الفيزياجرام ما هو منحنة توازن الحراري ثم أنواعه ما هي أنواع الإكليبريام فيزياجرام ثم the type of reaction in equilibrium فيزياجرام أي ما هي أنواع التفاعلات التي نلاحظها أو التي توجد داخل الإكليبريام فيزياجرام ثم سنتعرف على قاعدة مهمة جدا تسمى inverse liberal rule أي قاعدة الرافع العكسية لأننا بمقتدى هذه القاعدة نتمكن من الحصول على ما هي الفيزيس المختلفة وما هي كمياتها التي توجد عند سبيكة معينة وعند درجات حرارة معينة كما سنتناول هذا بالدراسة والتحليل والذي سيوضحه بدوره الأمثلة المختلفة على هذه العملية التي نحدد فيها ما هي الفيزيس الموجودة وما هي كمياتها حتى أننا نرسم سكتش أو رسم مبدأي بسيط يعبر عن ما هو الـ expected microstructure أو ما هو البنية المجهرية المتوقعة أما عن الفصل الثامن والذي يتحدث عن الـ iron أي منحنة توازن الحراري للحديد وكاربيد الحديد لما للحديد أو للصلب بمعنى أصح أو للمواد الفرس اللويز بمعنى أصح أهمية خاصة لذا واجب دراسة كاربيد الحديد والحديد كمنحنة توازن حراري لأنه في الحقيقة العديد من المعالجات الحرارية لهذا الموضوع أو لسبائق الصلب تعتمد على هذا الإكليبريام في زياجرام لذا واجب دراسة ودراسة تحليلية وتفصيلية كما سنتناوله فمثلا سنعرف ما هو الـ iron iron carbide في زياجرام كيف نرسمه ما هي حدوده ما هي حدود الكربون فيه وأين حدود الصلب وأين حدود الكاستاير وما هي الـ reactions المختلفة وما هي الـ phases المختلفة في هذا المنحنة وما هي الـ reactions المختلفة والتفاعلات المختلفة في هذا المنحنة ثم بعد ذلك سنتناول دراسة تحليلية تفسر ما هو تأثير العناصر التسابقية أو الـ allowing element على الصلب كالسلفر كالكروم كالفناديم كالتنجستان وما شابه ثم ما هي أنواع الكاستايرن وسنتناول أيضا الكاستايرن وأنواعه أيضا في هذا المقرر وأيضا سنتناول أنواع الصلب المختلفة ترجمة نانسي قنقر